فانا مش متخيل للصراحة يعني ان انا هروح اعمل مصرحية وهزر واغني وارقص اخواتنا في فلسطين عملين يتقتلوا ويدبحوا انا مش هقدر اسفر طبعا بس انا حس ان انا لو عملت كده هبقى انا اكن دي زي اللي بقتلهم بالزبط ظهر الفنان محمد سلام في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والحيال فيديو ده عمل الابان على السوشال ميديا في الساعات اللي فاتت وده لان محمد سلام اعتذر في الفيديو عن مشاركته في مصرحية المفروض انها كانت تطايرت بكرة في موسم الرياض في السعودية وقال محمد سلام ازاي اطلع اضحك الناس وارقص واغني واخواتي في غزة بيموته والحيال بعد كلام محمد سلام ده انقاس امرأي الجمهور لقسمين ففيه اللي دعم رأيه فان ما ينفعش فعلا اننا نضحك او نهزر واخواتنا في غزة بيموته وانه عنده حق في كل كلمة قالها وفيه اللي هاجم محمد سلام بسبب عدم احترامه للعقود يعني انت قررت انك هتعتذر كان المفروض انك تبلغهم قبل العرض بفترة علشان يقدروا انهم يتصرفوا مش قبل العرض بكم ساعة ومع انتشار فيديو محمد سلام وفي اول رد سعودي انقاسم رأي الشباب السعودي على السوشال ميديا ففيه اللي قال ان محمد سلام مش هيزود ولا هينقص في الموسم وان الموسم هيكمل بي او من غيره وفيه اللي دعم موقف محمد سلام كمان الاعلامي عمر أديب تلع وعلق على محمد سلام وقال ان محدش يزيد على موقف السعودية ومحدش يقلل من مشاعر المواطن السعودي من غير ما يذكر اسم الفنان محمد سلام وطبعا الناس همت انه بيقصد بكلامه ده الفنان محمد سلام وقبل نهاية الفيديو ياريت انتو كمان تشاركونا بقراءكم في التعليقات وتقولوا لنا هل انتم مع قم ضد موقف الفنان محمد سلام مستنين قراءكم في التعليقات والحد هنا يكون الفيديو خلص الى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد